قوائد الحوار احنا من بعد وفاة مام جلال من بعد 16 اكتوبر من بعد 2018 لما 2019 ما صوتوا سيدني تشيرمان بارزاني احنا قمنا نعتمد على الاستحقاق الانتخابي بالحد الأدنى يعني 100% بالحد الأدنى فما يصير انت اكو حزب عند 17 مقعد يمشي حزب عند 33 او 31 معقد معقد ويخلينا شسمه قولوا يا خريطة تحالفاته يقول له روحوا تعالوا تحالف مع التيار او مع الاطار او لذلك هذا ما يصير دكتور زيد احنا نريد اما نفوت باتفاقية استراتيجية جديدة مثل ما كان ايام المرحوم مام جلال ويعني ما نتناه ونروح بمرشح واحد كل الأحزاب الكردستانية ايا كان من اي حزب ولكن المشكلة انه الاتحاد يعني يتحالف مع الجهة اللي يريد ويجي يقول انت ما يستطيع تتحالف مع الجهة اللي تتعلم بها هذا مصحح هل تنظرون على ان الاتحاد اليكتي حليف للاطار لو ما تنظرون على هذه الشكلة باختصار بالله السلام يعني للامانة اكو جزء من الاطار وقالوها على التلفزيونات قالوا مستحيل نخلي باربيل بهاي القوة احنا لازم نعمل على شق الصف وعلى اقامة ادارتين من الاطارين انا انا متحاور معاهم فجزء من الاطار نعم هم دي يدفعون الاتحاد وهم دي يساندون الاتحاد في سبيل احراج التحالف الثلاثي اللي اصبح بين الكتلة الصدرية والبارتي والسيادة هذه واضحة عند الكل لذلك احنا نؤمن بالقضاء العراقي ننتظر يوم غاد او بعد غاد شنو راح يصير اتصور بتصوري راح يصير تجاوز على المواقع الدستورية انه المراحل لاحق اتصور هذا يعني تصور الشخصي وهي ليس فلاق دستوري تجاوز على المواقع الدستورية وهذا الشغلة محصورة حصرا بين المحكمة الاتحادية وبين رأس البرلمان والجهات القانونية بالبرلمان